ان شاء الله رح نتكلم في هذا الدرس عن ألمات عدم السيطرة على المأرض عند الطفل المريض بالربو ابتداءا نحتاج نسجل كل شيء بالتفصيل الممل زيارات الطبيب بفواصل قريبة يعني لأن الطفل يزور الطبيب بشكل متكرر على أتفه شيء ممكن يحصل له أيضا قبول الطفل بالمشفى أو العناية المشددة في العناية المركزة أيضا استمرار أعراض المرض رقم إعطاء العلاج وخاصة ليلا وجميع الأوقات هو أيضا يحتاج إلى عناية خاصة وكثرة البكاء الشديد مع زرقه في العينين وزرقه في الجسم وتغير في الوظائف الحيوية الجسمية عند الطفل هنا نعلم أنه عنده علامات عدم السيطرة على المأرض في مرحلة الربو أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس كنا معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي نشوفكم إن شاء الله في درس قادم